حرب لا هوادة فيها تخوضها القوات العراقية المشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي حتى تحرير آخر شبر من الموصل قوات الحشد الشعبي العراقي حررت ناحية القحطانية غرب محافظة نينوى بالكامل من إرهابي تنظيم داعش وتباشر عمليات ملاحقة جيوب العدو داخل الناحية الإعلام التابع للحشد أكد في بيان له أن اللوائين الأول والثاني حرر قريتين رمبوس الشرقية والغربية شمال البعاج من سيطرة داعش وكان أعلن مؤخرا عن تحرير قاعدة سنجار العسكرية غرب مدينة الموصل بالكامل والسيطرة على أربع قرى طريق سنجار البعاج غرب ناحية القيروان الواقع غرب المدينة بعد تحرير أحياء الشفاء والزنجيل والصحة الأولى والمستشفى الجمهوري يضع الجيش نصب عينيه الدخول إلى أحياء الموصل القديمة واستعادة جامع النور وسط الموصل في الساحل الأيمن الفريق رائد شاكر جودات قائد الشرطة الاتحادية قال إن قطعات الشرطة المتمركزة في المحاور الجنوبية والشمالية تقصف أوكار الإرهابيين تمهيدا للدخول إلى المدينة القديمة وفيما يشتد الخناق على الإرهابيين في الموصل يحقق الجيش العراقي والحشد الشعبي نجاحات على جبهة القيروان والبعاج وسط تهاوي الإرهابيين ما يسهم في إحكام الجيش السيطرة على المناطق الحدودية مع سوريا